غنا وتنوعا تراثي وحكايات قديمة تعيد مجد الإنسان وعظمته في الصناعات التراثية القديمة من خلال معرض للأدوات التراثية أقامه المركز الثقافي في متينة السلمية تراث الأجداد يورسوه للأبناء ونحن نفتخر بتراثنا فكان عندنا مجموعة من الأدوات التراثية تم افتتاح المعرض التراثي الذي يضم مجموعة من التراث اللامادي أهم شيء أن نحن نعرف الناس بالتراث المادي ولا مادي المعرض ضم أدوات تراثية كانت تستعمل قديما وأعمالا يدوية ومجسمات تمثل الحياة الاجتماعية والفكرية التراثية لأهالي مدينة السلمية وريفيا أنا شاركت بعض القطع اللي بتمثل التراث السلموني القديم شاركت بعض الأذوات اللي تحسها أنه قديمة وهذا الجيل الجديد أكيد ما بيعرفه هذه معرضة عن التراث كل شيء قديم كانوا يستخدموا أجدادنا من قبل هذا بيدل على الحضارة القديمة والحضارة الحديثة لكل قسم حكاية ولكل آلة صناعة ابتدعها وابتكرها لتكون شاهدة على الإنسان المفكر والمبدعي الذي مر على أرض هذا الوطن الذي قدم الكثير للإنسانية عبر التاريخ محيد دين فهد للأخبارية السورية غيفي حمان